بالمناسبة في الفيديو بتاعه قال له معرفش بقى هو كان عايز يغير الخطوط عشان مين عشان يراضي مين في الاهلي او يراضي مين في عيب يا كابتن عصام الكلام ده ما يصحش عيب يا كابتن عصام ده انت كنت بتقول لنا انا مش حد تاني كلام كبير جدا عن النادي كلام محترم كبير جدا عن النادي الاهلي واحترامك وتقديرك للنادي الاهلي وتعلم ان النادي الاهلي بيقف دائما مع كل الكلام ده تقال لنا من كابتن عصام عارفين حضراتكم الموسم ده وأنا أتذكر هذه الحلقة من البيت الكبير أتذكر هذه الحلقة من البيت الكبير كنت واقف على الشاشة الكبيرة وكنت شرحت لحضراتكم 13 نقطة كيف فقد النادي الأهلي 13 نقطة في هذا الدوري و13 نقطة واضحة وصريحة لو عايزين الحلقة دي نجابها نجاب ده الحلقة دي كفيلة بالرد على كلام الكابتن عصام النادي الأهلي خسر 13 نقطة في ذلك الوقت وخسر البطولة لمجرد أنه بيتقل روح البروتوكول وروح الاحتواء والاحتواء والبطاطس والكلام اللي حضراتكم اللي قعدنا نسأل عنه طوال السنين اللي فاتت وما حصلش حاجة فأنا لا أتخيل لا أتخيل أنه يا كابتن عصام تطلع تتكلم بهذا الشكل وبهذه الطريقة ولو سمحت لو ما عندكش سند أو دليل لو سمحت اطلع اعتذر لجمهور النادي الأهلي على الكلام اللي حضرتك قلته ولن نسمح إلا بكده وحفضل كل يوم وطالب بهذا الأمر من فضلك يا كابتن عصام لو حضرتك ما عندكش سند أو دليل أو اطلع اعتذر على الكلام اللي انت قلته لو ما عندكش سند أو دليل لأنه عيب سبعين تمانين مليون أهلاوي دلوقتي أعتقد وصلهم هذا التصريح ترجمة نانسي قنقر